رجعنا لكم مرة تانية عزيزان مشاهدين بينضم لنا الآن زميل العزيز محمد الباز للتحليل بقى الفريتين عن طريق الأرقام ازاي كمحمد؟ ازاي حضرتك كبت نايم الحمد لله جنورك كله تمام الأرقام بتقول ايه بقى النهارة؟ يعني احنا بقى حطينا سموحة وصاد الأهلي مبدئيا في الدوري الأرقام بنقارنها من ناحية الدفاعية ناحية الهجومية أبرز النقاط الفنية يعني النقاط القوة ونقاط الضعف سموحة يعني زي ما كنا بنتكلم سموحة حتى السنة اللي فاتت البداية مش أحسن حاجة كانتش كويسة 13 مباراة الموسم الماضي حكلمك بقى بسكوب أعلى شوية 13 مباراة 2 فوز و2 و4 خسارة و7 تعادل فالبدايات دايما عند سموحة بتبقى فيها يعني أداء متزبزب دايما الأداء والنتائج مش أحسن حاجة عند سموحة بيدخوله في الفورمو متأخر ونهى الموسم العام الماضي طبعا في أعتقد مركز العاشفة ومنتصف الجدول نفس الكلام هذا العام بادئ بداية برضو متزبزبة من ناحية النتائج من ناحية أيضا الأداء زي ما احنا شوفنا في أرضية المعلاقة خلينا الأول نعمل مقارنة ما بين أرقام النادي الأهلي وأرقام سموحة في الدورة حتى الآن يعني احنا نتكلم أن الأهلي يعني سموحة طبعا لابد 6 مباراة مباراة زياد عننا احنا عندنا 5 مباراة نتكلم عدد مباراة سموحة نبدأ بالإجمال المباراة عند سموحة 6 مباراة طبعا فاز في 2 وخسارة 2 وتعادل في مباراة بالنسبة للأهداف المسجلة سموحة أحرزت حتى الآن 7 أهداف 7 أهداف في 6 مباراة يعني معدل 1.17 يعني معدل هدف بالمباراة دي بالنسبة للنادي السموحة ده في المتوقع الـ XG عند سموحة بص هنا كابتن نايمن حنوف شوية عندهم الـ XG من الأهداف المتوقع والفرص والتزديدات على المرمى تبدو أنها أرقام كويسة موقعناتها حتى بناد الأهلي فالنحية الهجومية عندهم كويسة جدا لأن عندهم بعض المهاجمين هنتكلم عليهم وعندهم نص ملعب قوي جدا بيقدر ينقل الكورة بشكل كويس هما مشكلتهم في النواحي دفاعية النواحي دفاعية هنستعرضها النهاردة فهنتكلم عن الـ XG عندهم بالمباراة يعني أنت متخيل أنه كان المفروض يصل لـ 16 هدف هما أحرزوا سبع أهداف كان المفترض أنه هما يصل لـ 16 هدف ويعدد معدل بالمباراة 2.6 ده معناه أن أنت كان ممكن يصل لـ 3 أهداف في المباراة الواحد فعندهم النحية الهجومية عالية جدا أهداف من ضربات الجزاء عندهم 3 أهداف من ضربات الجزاء نتكلم على 7 أهداف منهم 3 أهداف من ضربات جزاء و4 أهداف من لعب عادي مفتوح الأهداف اللي بالرأس عندهم رأسية واحدة والركنيات عملوا 36 ركنية في الـ 6 مباراة ده معدد تقريبا 6 ركنيات في المباراة الواحدة 6 ركنيات في المباراة الواحدة أعتقد أيضا رقم يعني كويس يعني لا إحنا بنتكلم مثلا عند الأهلي النحية التانية لا إحنا عندنا أرقام مقاررة كبيرة بالنسبة للتزديدات عندهم بقى كابتن نايمن بالإجمال التزديدات حتى الآن 74 تزديدة منهم 24 تزديدة صحيحة بالنسبة 32% عندهم مشكلة في الدقة التزديدات على المرة ده بيترجم هنا بالمباراة الواحدة يعني ممكن بيسددوا على المرمى 12 تزديدة على المرمى أربعة منهم On Target بدقة يعني تصل إلى 32% ده عدد أو شكل التزديدات عند فريق سموحة بنتكلم بعد كده على إجمال الفرص احنا كنتم بقول حددتك الـ XG عندهم عالف عندهم فرص كتيرة جدا أنا متكلم أنهم عملوا 47 فرصة في الـ 6 مباريات خلقوا 47 فرصة ده بيوصل لمعدل لـ 8 فرص حقيقية في المباراة الواحدة صناعة الهداف عندهم عندهم 3 أسست طبعا في السبع أهداف فيه 3 أسست لأن بيت الهداف زي ما قلنا من ضربات جزاء التمريرات المفتاحية لا بيصلوا بيصلوا إلى المرمى 44 تمريرة مفتاحية في الـ 6 مباريات ده معدل تقريبا 7 تمريرة مفتاحية في المباراة الواحدة العرضيات هما بالعباء عرضيات بشكل كبير جدا يعني منتكلم دلوقتي بنتكلم على رقم كبير يعني منتكلم على 119 عرضية منهم 34 عرضية صحيح أو كروس صحيح يتعمل بنسبة 29% عندهم دايما مشكلة في التزديدات الدقة بتاعت التزديدات عن مرمى والدقة حتى في الكروسات والعرضيات عندهم مشكلة كبيرة فيها الأهداف المستقبلة طبعا استقبلوا 9 أهداف في السبع مباريات فده بقى المشكلة الدفاعية اللي احنا نتكلم عليها بس هم خلينا نتكلم على التسع الأهداف اللي استقبلوهم منهم 5 مباراة واحدة صحيح يعني 5 مباراة الزمالك مظبوط مظبوط لين احنا نتكلم عندهم في الست مباريات اتنين فوز اتنين خسارة واتنين تعادل فبالتالي هو الاتنين الخسارة اللي فيهم كان طبعا خمسة ده سكور كبير جدا كانت في مباراة واحدة زي ما حدتك بتقول فده برضو يعني وهنا برضو لو رجعنا هقولك بالمباراة بيدخل فيهم قد يصل لهدف واحد هنا بقى الاهداف المستقبلة المتوقع يعني كان كاكس جيل الاهداف من اكمال الفرص والتزدادات على مرماهم وتهديد الفرص على مرماهم حصل 18 هدف ده معناه ان هم كان ممكن يستقبلوا 18 هدف ده بمعدل 3 اهداف في المباراة الوحيدة التمريرات عندهم يعني نقف شوية عند التمريرات احنا خلينا بقى التمريرات بالمباراة افضل لان بالمباراة الافريج بتاعهم نتكلم في 355 تمريرة منهم 265 تمريرة صحيحة بنسبة دك 75% المعدلات الطبيعية او نقدر نقول الجيدة جدا في التمريرات بشكل عام بتصل لـ 80 و 85% وقد تصل لـ 90% في الدك فهنا نقف عند الرقم 75 ده رقم متوسط 75% للدكة للتمريرات ما بينهم الكرات الطولية اللونج بولز اللي بيعملوها عملوا يعني في الاجمال الست مباراة 277 لونج بول 96 منهم صحيحة بنسبة 35% يعني ده معدل يا كابتن ايمان منتكلم في 46 كرة طولية في المباراة الوحيدة المباراة الوحدة الوحدة ده بيلجاوا للكرات اللونج بولز بشكل كبير يعني 46 ده رقم أيضا شفتهم في كذا ماتشهم لما بيتضغط عليهم بيلجاوا لكرة طولية بيحاولوا يلعبوا من تحت صحيح بالنسبة لخسار طبعا شورت باسس عندهم كويسة يعني شورت باسس ده إذا بكنا نتكلم 84 أو 85% لا ده بيدل إن عندهم لعبة بتلعب كرة بتوفع الكرة بشكل كويس جدا عمرك لا هنتكلم على أسماء اللعيبة اللي بتبدأ الهاجمة وبتعمل بيلده بشكل كويس فعشان كده تمرارات شورت باسس عندهم فيها ضد عالية جدا وكويسة جدا يعني خسار الكرة بيخسار الكرة بشكل يعني 42 مرة في المباراة ده برضو رقم مقارنة بأرقام الفرق الدوري كلها مرقم كبير رقم كبير يعني هو معظم الفرق اللي بتخسر الكرة تليها بتخسر ما بين 25 و 35 لكن 42 ده رقم بيعتبر كبير خسارة الكرة تحت ضغط دايما معظم الفرق بتخسر الكرة تحت ضغط عشان بس ما نقولش إن هو ده السبب لا أنت هتضغط كطبيعي فإن أنت بتخسر الكرة 161 مرة في 6 ماتشات يعني 26 مرة تقريبا أو 27 مرة في المباراة الوحيدة التحامات الهوائية عندهم يعني كويسة إن هم بيصلوا للدقة 8 أو 7 التحامات الهوائية بيكسبوها في المباراة الوحيدة بكسب الكرة عندهم بيسترجعوا الكرة واستخلاص الكرة والإعتراضات شكلها كويس جدا طبقا للأرقام أرقام يعني جيدة جدا بالنسبة لسموحها في كسب الكرة أو الاعتراضات بالنسبة للتحامات الهوائية زي ما بنقول يعني 36 30 إجمالي في 6 مباريات يعني 6 مرات في المباراة الوحدة لو في أي التحامات هوية بيكسبوها استعدت الكرة هنا بقى بتكلم في البر 73 مرة في المباراة الوحيدة ده المباراة الوحدة أنه يقدر يسترجع الكرة أو يستخلص الكرة ويستعيد الكرة بشكل كويس جدا 73 مرة في المباراة الوحدة المباراة الوحدة يعني الشباك نظيفة عدوما هي مرة واحدة بس كان فيه كلينشيت كان مرة واحدة تنبل ديت المحلة لما كسبت ننسف بالضبط إحنا أنا بنقول نادي الأهلي أصاد أرقام سموحة لا إحنا بنتكلم بقى فيه لو أنا بنتكلم على إجمال الأهداف نتكلم على إجمال الـ XG أرقام الأهلي مختلفة شوية طبعا إحنا عندنا خمس مباريات فوزنا في أربعة عندنا تعادل وحيد الأهداف المسجلة 12 هدف أقوى خط هجوم حتى الآن بنتكلم على يعني بالمباراة الوحدة معدل هدفين في المباراة في الخمس مباريات اللي إحنا لعبناهم بنتكلم على الـ XG عندنا XG عندنا عالي جدا بنتكلم بنوصل لـ 2.8 يعني ده رقم كويس جدا بتكلم على الهداف المتوقع كان ممكن نصل لـ 14 هدف إحنا أحرصنا 12 هدف كان مفرد نوصل لـ 14 هدف تبكى للأرقام ده معدل 3 أهداف تقريبا في المباراة الوحيدة بالضبط أهداف من ضربات جزاء ولا هدف أهداف بالرأس عندنا هدف واحد بالرأس على الرغم من إحنا عندنا رقنيات كتيرة جدا 33 رقنيات هي دي المشكلة اللي بنطالب بيها دايما استغلال الكرات السابتة وخاصة من الرقنيات وخاصة من الرقنيات لأننا نعمل الرقنيات بشكل كبير جدا وللأسف من استغلاش بشكل كبير جدا احنا تكلمنا على فكرة الرقنيات عند اسموحكة 36 رقنيات 36 رقنيات فإحنا عندنا نواحي الهجومية عندنا طبعا من امتاز عندنا فرص كبيرة جدا حتى التزديدات على المرم 71 تزديدة منهم 26 تزديدة on target بالنسبة 37% يعني تقريبا خمس تزديدات on target في المباراة الوحيدة في الخمس مباريات ده بالنسبة للتزديدات على المرم حتى الكرات الطولية الكرات التمريرات الكثيرة خسارة الكرة احنا بنمتاز وبنفرق بشكل كويس جدا في الدقة حتى عن سموحة بنوصل لدقة من تمريرات بتاعتنا بتوصل تقريبا تسعة وثمانين أو تسعين في المية مقارنة بسموحة طبعا زي ما بتكلم عندهم 73% احنا في الشورط باصس عندنا طبعا الدقة عندنا اعلى بكتير لاننا عندنا لعيبة كواليتي طبعا مختلف فبالتالي الشكل هنا مختلف من ناحية التمريرات عايز اقول لحضرتك بس سريعا على مقارنة سريع ما بين افضل وابرز اللاعبين في النادي الاهلي وفي ماشي اوكي ده الشكل الفورميشن بتاعهم 4-2-3-1 عمر كلاوة ده بحنا بنتكلم عليه هنا في نص الملعب هو ده كابتن ايمن اللي بيعمل دايما الكرات الطولية احسن ارقامه عندهم في حتى البلد أب عندهم في التمريرات الكثيرة دايما عمر كلاوة ده هو احسن وافضل لاعب ممرر الكرة وبيعملها بشكل جيد جدا 4-2-3-1 فادي فريد ده هو طبعا الهدف 3 اهدف حتى الان ولكن فيه هدف منهم ضربة جزاء ثم بياتي بعده عمر كلاوة بهدفين والهدفين كانوا من ضربة جزاء ومع بعد كده مصطفى البدري ساهم ايضا بهدفين ثم احيانا مكان احمد خالد ده بيلعب حسين فيصل حسين فيصل دايما ده مش ثابت عطول احمد خالد دايما فيه روتيشن ما بين وما بين حسين فيصل بالنسبة لل عندهم مشاكل في الدفاعية ترجمتها الارقام عندنا مثالين سريع جدا ان احنا شفنا ان عندهم مشكلة في التمركزات دايما الباكات عندهم هنا فيه المشكلة الربط ما بين حكم وما بين المغربي هو ده اللي بيعمل المشكلة دايما بيلخبطوا بعض وعندهم مشكلة هما الاتنين دول بالذات كمان مع الهاني سليمية فالكومينيكيشن ما بينهم هو اللي بيأثر على النتائج دايما الهداف المستقبل عنده فعشان كده لو فيه صورتين سريع جدا بنوريهم هما المشكلة الربط ما بينهم والربط حتى مع وحيد حتى الباكات الشمال عندهم هو اللي بيعمل الازمة كلها ده حتى ماتش الاتحاد ده تقريبا يعني نكمل ده ماتش ام بي سوري ده سموحها وام بي نتكلم على شوفها كابتن دي كانت أصلا رامي التماس رامي التماس دي بدايتها قبل الصورة دي تتلعبت هنا اللعب الرامل الرفع على الكورة بشكل يعني لعب أمبي باص الكورة هنا فيه اتنين بندصت كده فيه زيادة عددية فيه المدافعين طبعا لعبين سموحها فيه ثلاث لعبين وقفين التماركز بقى هنا فيه مشكلة في التماركز هو الرابط ما بينهم يعني اتنين بس من لاعبت أمبي هما يعني الكورة لما تتلعب ماشي الكورة بسرعة استلم الكرة كابتن اللعب اللعب اللعين بصاها وعطوه لشاتها جول الرابط ما بين الثلاثة هاني سليمان والثنين السيد بكات هي ده الساي ده مثال بيعكس الكلام ده كله نفس المسال شوفناه في هدف من أهداف الزمالك نفس الشكل بالزبط الكرة تلعبت لزيزو بشكل هم وفين ثلاثة أربعة زيادة دفاعية عندهم زيادة ولكن الرابط ما بينهم هو المشكلة الكبيرة في خط النهار اتمنى استغلال الأخطاء دي إن شاء الله بإذن الله بسورة جيدة من نازي الأهلي بإذن الله بإذن الله كل التوفيق إن شاء الله شكرا جزيلا حاملين لقاء آخر بعض المباراة إن شاء الله شكرا كابتن عامل شكرا